أهلا وسهلا بكم أوليد برج السرطان المائي طبعا برج السرطان بيبتدي من 22 يونيو لهو شهر 6 وبينتهي 22 يوليو شهر 7 طيب توقعات برج السرطان أو الخريطة الفلكية لبرجكم شهر يناير من يوم 1 يناير إلى 10 يناير هتكون ازاي؟ طيب السرطان هيبقى موجود في البيت الحادي عشر ده موقع حلو لتصليح العلاقة بين الأصدقاء أصدقائك هيبقى دعمين لك جدا لو منتظر دعمه من صديق في أمر ما أو عاوز تاخد صلفة من صديق أو عاوز صديق يساعدك في أي أمر من الأمور الحياتية فهو هيوقف جمك هيدعمك هيزندك حاكم البيت الحادي عشر في التاسع طيب برضو نقدر نقول إن احتمال في صديق ليك كان مخترب أو كان مسافر أو كان برا البلد لفترة هيركع أو هتلتقي في عودة غائب عودة صديق غائب مثلا احتمال برضو ده يدينا أشارة إن ممكن صديق ليك مسافر برا ممكن تعمل معاش هراكة بأن أنتم تدخلوا تجارة مع بعض ويستورد أو يعني فيه بينكم بزنس يعني كاستيراد تصدير بينكم شغل تجاري أو لو أنتم الاتنين تدخلوا بزنس مع بعض في حاجة تجارية فيها استيراد وتصدير من الخارج الفترة دي مناسبة ليك كده يا برج سرطون الأمر هيبقى في البيت التاسع بيت الصفر والدراسات العليا والتعليم وعامل قران مع أورانوس طيب ده معنى إيه؟ الأمر هيبقى في البيت التاسع في برج الثور وكمان هيبقى عامل قران مع أورانوس طيب ده الفترة دي أنت هتلاقي الإحتياج العاطفي أو هتلاقي إحتياجك في الدراسة هتلاقي نفسك بتميل أكتر للتعليم لأنك تاخد ماجستير تحصل على دكتوراه الفترة دي مناسبة ليك تقدم في المجالات التعليمية العليا لو ما أقدم في دراسات عليا عمدا عندك نجاحات أو عندك مثلا نقدر نقول أنت هتكتشف دراسة معينة ممكن تساعدك على أنك تزود دخلك المالي أن الأمر بالثور معناه الأمان المالي هيبقى هتلاقي الفترة دي الأمان المادي عندك في الصفر أو أنك تعمل تجارة خارجية أو أن أنت تستورد أو تصدر من الخارج أو أنك تقدم دراسات في بلاد خارج بلدك مثلا احتمال كمان برضو قرانوس قرانه مع القمر ده معناه أنه ممكن فرصة صفر مفاجأة للخارج أو أنت منتظر بقى لك فترة فرصة صفر إلى الخارج البلاد فالفترة دي ممكن يجي لك خبر بأن تعالى استلم وظفتك أو أنت يبقى عندك الميول أنك تقدم في وظيفة خارج البلاد فالفترة دي مناسبة لك جدا أو هتلاقي القبول أو هتلاقي رد سريع من أي دولة خارجية أنك تعمل عندها طيب الظهرة كوكب الحب هيبقى موجود في برج الجادي وبرج الجادي صديق لبرج السرطان فده معناه أن الأمور العاطفية نقدر نقول أنها تبقى مستقرة سبتة أي نعم فيها نوع من البرود أو الروتين بس ماشية مستقرة سبتة ما فيهش أي مشاكل ما فيش جدال بينك وبين الشريكة الأمور ماشية على وضع مستقر المشتري في الحمل في البيت السابع البرج الحمل يعتبر برج عدو ليك بس نقدر نقول أن ده هيساعدك أكتر في الشراكات الأمر عامل اتصال سلبي مع البيت السادس في زحل انتبه من الأمراض الصحية اللي ممكن ترجع تظهر لك تاني لو عندك مرض مزمن لا سمح الله لبعضكم طبعا حاول تعالجه عشان ما يزدش يعني احتمال الفترة دي الفترة دي تكتشف متعب صحية عندك بسبب الضغوط بسبب التفكير المستمر بسبب أن أنت شايل هم أمر معين ده ممكن يتسبب ليك أنك تكون عرضة للأمراض لصمح الله لأن الأمر عامل اتصال سلبي مع زحل في البيت السادس فده معناها إما مشكلة عملية هتتسبب ليك في تعب صحي أو مش ضغوط في شغلك ممكن تتسبب ليك في تظهر لك مرض لصمح الله في الفترة دي فخلي بالك بلاش الضغط العملي والسترس يؤثر عليك مارس تمرين التنفس مارس تمرين التأمل بلاش إيه الضغوط العملية عليك تؤثر عليك صحية طيب الأمر عامل اتصال إيجابي مع البيت السابع حاكم الحوط أصلا والحوط بورج صديق ليك طيب ده نقدر نقول أن الفترة دي حلوة للزواج حلوة للشراكات حلوة أن أنت تصلح علاقتك بشركتك حلوة أن أنت مثلا تدخل علاقة عاطفية جديدة أو أنك تختار إنسانة مناسبة ترتبط بيها وتستقر معها للزواج الفترة دي هيبقى اختيارك صحيح أو مناسب أو الفترة دي مناسبة أنك تدخل علاقة عاطفية هتحس فيها بالأمان وتصل للزواج مثلا لو أنت عايز الأمر عمل اتصال إيجابي مع البيت الخامس نقدر نقول أن ده بيدينا أشارة لأن ماديتك كويسة ما فيهش مشاكل ده هيساعدك على الضار فيه هيساعدك على أنك العلاقة العاطفية اللي أنت فيها هتبقى مستقرة سبتة ما فيهش مشاكل علاقتك بأولادك أو بأطفالك هتبقى إيجابية لأن البيت الخامس ده بيت الأطفال بس عطار المتراجع في هذا البيت هيخلي عندك يعني مثلا هقولك بلاش يبقى تفكيرك يعني في العمل أكتر من أنك ترفع عن نفسك يعني أنت ممكن تقول إيه بدل ما أسافر وأصرف أخليني أضغط نفسي في الشغل في الشغل يأثر معاك سلبا على الصحة لأ يدي لنفسك فرصة أنك تتنفس وتخرج من المود أو الاسترس أو ضغط العمل اللي بدأ معاك من أول السن طيب الأمر عمل اتصال إيجابي معاك في البيت الأول في برج العزراء طيب ده معناه إيه ده معناه أنه أنت مثلا الكارزمة عندك هتبقى عالية الحضور هيبقى طاغي عليك الأنظار لو عاوز الفترة دي ممكن تعرض منتجات للبيع ليك الفترة دي مناسبة ليك لو أنت عاوز كمطرب أو فنين عاوز تنزل ألبوم ليك الفترة دي حلوة مصمم أزياء اعرض منتجاتك الفترة دي المبيعات عندك كويسة طيب الفترة بقى من 10 ينين لل 15 السرطان هيبقى برضو في البيت الحادي عشر الأمر هيبقى في البيت الـ 12 بالعزراء طيب ده معناه إيه لأنه أنت طبعا حاكم برجك الأمر فعشان كده أنا مركزة على الخريطة الفلكية تعتقدك الأمر اتصالاته وبرجك هيبقى في أي بيت في الخريطة الفلكية لدولة مصر يعني أنا بقى عمل الخريطة دي بالنسبة لمصر تمام طيب طيب عندنا الأمر هيبقى في البيت الـ 12 ببرج العزراء ده معناه أنت روحانياتك هتبقى عالية ممكن تطلع تقدي عمراء تقدي حج الفترة دي مناسبة لك أنك تسافر لأداء روحانيات أو للعمراء أو للحج هيبقى الحدث والبصير عندك عالية الأمان المادي هيبقى معاك تمام ما فيوش أي مشاكل مادية نقدر نقول أن الصعوبات أو الأزمات اللي أنت هتبقى فيها الأمر هيبقى في البيت الـ 12 بالعزراء هيبقى عندك زكاء أو تفكيرك هيخدمك في حل المشاكل دي هتحس أن أنت بتعتمد على نفسك مش على الآخرين في التفكير طيب عندنا الأمر هيعمل اتصال إيجابي مع البيت الرابع في الجدي الفترة دي حلوة لك أنك تمتلك شقة أو تأجر بيت أو تشتري بيت جديد أو تصلح علاقتك مع الزوجة أو الشريكة اللي فيه بينك وبينها مشاكل فالفترة دي برضو فيها استقرار واضفي فيها صلح مع الشريكة خصوصا المتزوجي لو فيه منفصلين من برج السرطان الفترة دي مناسبة أنك تصلح علاقتك بالشريكة هي هتتفهم ظروفك وإنت كمان وفترة حلوة للصالح أو طالد هيبقى متراجع في البيت الرابع ده هيخلي يعني أنت هتبقى المشكلة عندك في أنك متأخر في القرار خايف من العواقب خايف أخذ القرار ده لأتقابل بالرفض خايف أخذ القرار ده أن أنا أملك الشقة دي يعني يطلع تكلفها زيادة عليك تفكيرك هيأخر عليك فرصة البيت المناسب ليك تشتريه وهيأخر عليك أنك تصلح علاقتك في الوقت الصحي مع الشريك فبط التفكير أو خف من العواقب ده هيبقى عقبة في طريقك أنك تستغل الفرصة الحلوة دي بالنسبة لك أنت أصلاً عندك قرار فوجائي بتصليح علاقة أو رجوع العلاقة كنت بعيد عنها ترجحها عشان بلوته في البيت الرابع بيت المفاجئات بيت الأحداث المفاجئة بس اللي هيأخرج خايف من العواقب أو خايف من القرار لا يطلع غلط أو خايف لا تقابل بالرفض بلاش التفكير ده عشان ده اللي هيأخر عليك الفرصة الأمر عملت تصل سلبي مع البيت التاسع بالجوزات طيب الفترة دي ما نصحكش في الصفر مش حلو أو أن أنت تستورد أو تصدر حاجة مش حلوة هتلاقي عقوسات أو هتلاقي تأخير لو أنت عندك صفر ما نصحكش الفترة دي من عشر يناير لخمستاشر يعني يفضل من أوحد يناير لعشرة الفترة دي مش مناسبة للصفر أو أنك تسافر لعمل ولو سفرت شغل لعمل في الفترة دي ممكن تتقابل أنك تاخد قرار غلط أو تحسن الشغل اللي أنت روحت عليه ده مش مناسب لك وترجع فبلاش الفترة دي يؤجل الصفر أفضل طيب عندك الزهرة في الدلو أنه هو مستقر ما فيهوش أي مشاكل غير بس مشاكل بسيطة وبتعدي خمستاشر يناير لعشرين يناير السرطان بقى دخل البيت العاشر ده حلو لك في الشغل أو الضغوط العملية تبتدي تخف عليك شوية احتمال عندك ترقية تكرم في شغلك احتمال زيادة راتب احتمال زيادة رتبة لو أنت في شغل اللي بقلك فيه فترة أو بقلك فيه سنين وبالأخص لك حكومي الأمر عندك في البيت التاني بالعقرب الأمر أصلا حاكم برجك في العقرب ده هيزود عندك البصيرة الروحانية هتبقى مستبصر هيبقى عندك تنبؤ باللي ممكن يحصل لك وهيبقى صح يعني ربنا هيبقى وقف معاك الفترة دي جامد تخطيتك وأفكورك للمستقبل هتبقى صح بلاش الشك بلاش الشك في العلاقة العطفية اللي أنت فيها تجنب الشك المشاكل عمل على بطال بسبب الغيرة أو الشك أو المخاوف الوهمية اللي في دماغك هتبقى عندك مخاوف وهمية في اللي أنت مرتبط به فهتقلب بخناء أو شك فبلاش يعني تجنب الشك طيب عندك الأمر عمل اتصال إيجابي مع البيت الرابع وعطار المتراجع في هذا البيت اتصال إيجابي طيب ده برضو نقدر نقول أنه فترة حلوة لملك بيت لتصليح علاقة مع طليقة أو لرجوع حق إليك أو إنك ممكن لو عندك ورث في بيت هيبقى الحق إيليك أنت أو المكسب ليك أنت الفترة دي مناسبة لك إنك تمضي عقد باستلام شقة تمضي عقد عمل تصليح علاقتك بالوالد برضو الفترة دي مناسبة لك بلاش تردد الأفكار أو القرارات اللي عندك اللي يأخر عليك الفرصة دي عشان عطار المتراجع يأثر معيك في الفترة دي في البيت الرابع بيت الممتلكات امتلاك سيارة أي حاجة أي حاجة تبقى ملكك بإسمك تمام الفترة دي مناسبة لك تشتري عربية بإسمك مثلا طيب الأمر عمل اتصال سلبي مع البيت التامن بالثور احتمال لو عندك قضية ممكن تخسر فيها أو لو عندك قضية مثلا أو ورث بتطالب بحقك فيه احتمال ما يبقاش لصالحك قوي لأن الأمر عمل اتصال مع البيت التامن بالثور فالفترة دي ممكن يكون عندك خسارة أو أن حاجة تكون من أملاك الغير مش هتجي لك فيها تأخير شوي حد يكاتب لك حاجة بإسمك ورث فيه تأخير فيه تعطيل في الموضوع ده شوي ما نصحكش الفترة دي داخد قروض أو أي حاجة من البنك لأنه هيتقابل بالرفض طيب الأمر عمل اتصال إيجابي مع البيت التاسع بالجوزاء الفترة دي حلوة عن اللي هي اللي فاتت في الصفر فرصة صفر للعمل أوكي فرصة صفر ترفيه تمام الفترة دي حلوة لك كأنك تقدم دراساته علية أو في ماجستير أو دكتوراه الأمر عمل اتصال إيجابي مع البيت السابع مع المشتري بالحمل بالحوت ما بين الحمل عفوا اتصال الأمر عمل إيجابي بالبيت السابع بالحمل طيب والمشتري موجود في هذا البيت طيب ده برضو بيديك فرصة للشراكات العقود الزواج لأنك تدخل مع صديق شراكة الفترة دي مناسبة الأمر عمل اتصال سلبي مع البيت الخامس احتمال الفترة دي بعض المتزوجين من رجال السرطان احتمال انفصلات لأن اتصال الأمر عمل في البيت الخامس سلبي مع زحل احتمال انفصل مفاجئ أو احتمال قطع علاقة عاطفية بقى لك فترة بتاخد القرار ده ومش عارف فالفترة دي احتمال تبقى في عزلة عاطفية خالص اللي هو الشك طبعا الى جانب العزلة العاطفية فهتحس ان انت عندك انفصل عاطف الفترة دي احتمال تبقى في اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة